السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناتكم في قناة الصحة والمطبخ ان نرد معنا فيديو جديد عن قلة حركة الجنين في الشهر الرابع او توقفها قد ينقضي الشهر الرابع من الحمل لدى بعض الحوامل دون الاحساس بحركة الاجنة في بطنهن ما قد يسير قلق الام وتوترها وخوفها على سلامة الجنين وصحته لكن لا تقلقي ولا تخافي فمن الطبيعي في بعض الحالات الا تشعر الام بحركة الجنين حتى بداية الشهر الخامس من الحمل او ربما بعد ذلك اليكم اولا اسباب قلة حركة الجنين في الشهر الرابع واحد خطأ في الحساب هذا هو ابسط الاسباب واشهرها فقد يقتل الطبيب في حساب عمر الحمل بناء على حسابات الحمل وتحددها لموعد اخر دورة شهرية لها او مدة استمرارها اتنين الحمل الاول مرة لا تمتلك الام خلال حملها الاول الخبرة الكافية التي تمكنها من التفرقة بين حركة الجنين وحركة الامعاء فبعض الامهات يعتقدنا ان ضربات الجنين وحركاته ما هي الا انتفاخ وغازات في القولون ثلاثة وضع الجنين داخل الرحم في هذه المرحلة من الحمل يتغير وضع الجنين كثيرا ولكن هناك بعض الاوضاع التي قد تجعلك من الصعب ان تشعري بحركة الجنين اربعة السمنة المفرطة او الزيادة المفرطة في وزن الام يكتسب بعض الامهات وزنا كبيرا خلال الفترة الاولى من الحمل ما يتسبب في تركم دهون البطن ويشكل جدار البطن حاجزا يمنع الام من الاحساس بحركة الجنين واخيرا المشيمة الامامية وهي حالة تنزلع فيها المشيمة في الجدار الامامي للرحم ولا تؤثر باقي حال من الاحوال على سلامة الجنين وتطوره لكنها تقلل من احساس الام بحركة الجنين ثانيا اسباب توقف الحركة نهائيا للجنين في الشهر الرابع واحد سوء تغذية الام فبعض الامهات قد يعانين من سوء التغذية في الاشهر الاولى من الحمل كنتيجة للغسائن الصباح والقيق في بعض الحالات قد تستمر هذه الحالة حتى بداية الشهر الرابع ما يؤدي الى قلة غذاء الام وبالتالي عدم قدرة الجنين على الحصول على الطاقة اللازمة للحركة فتقل حركة الجنين او تقل قوتها ما يمنع الاحساس بها وايضا نقص السائل الامينوسي حيث يحيط السائل الامينوسي بالجنين ويمثل الوسط الطبيعي الذي يساهل حركة الجنين داخل الرحم وبالتالي فان اي نقص في كمية هذا السائل قد تتسبب في اعاقة حركة الجنين اذا اردت الاطمئنان على حركة الجنين في الشهر الرابع فيمكنكم اللجوء لتناول بعض العصائر وعد حركات الجنين خلال ساعة حيث لا يجب ان تقل عن خمس حركات في الساعة فإلا ان تطمئنني لا تترددي في مراجعة الطبيب المعالج في نهاية الفيديو ننوح ان المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني ابدا عن زارة الطبيب والمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو اعجبكم يريد ان ادولوا لكم وكممنتوا شارعوا الفيديو مع اصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ ترجمة نانسي قنقر